أطلع بقى بسؤال آخر لو علاقة بإحنا منسمع عن الشركات المطروحة دي من فترة وطول الوقت يتقالها تضطرح ومتضطرحش أو يضطرح أسماء ويعني وأخبار وبعدين ما نشوفش باقع يعني اضطراب الطرح ده تعبير عن إيه إحنا مش محددين ووضحين وعندنا إرادة فعلا خروج الدولة من الاقتصاد ولا إحنا خايفين مواقعنا الاقتصادي ووضعنا المالي المتواضع جدا ومنحضر للغاية إنه نبخس في أثمان هذه المشروعات فبنأجل بنسوف ولا أصحاب المشروعات أو يعني العاملين عليها والقائمين عليها إنه مش ملكها دول موظفين في الدولة عندهم القدرة نتيجة الخوف على نفوزهم وعلى فلسهم وعلى مكافأتهم وعلى مكافأة إنه هم يعطلوا المشروعات دي في أحنا قصة حالة تقريبا شالة المؤقت أنا أستبعد إنه يكون في عملية تخريب داخلية اللي هي فكرة إنه يكون القائمين على أعمال الشركات لهم دور في القصة الموضوع أكبر منهم بالتير لكن الفكرة بخاصة بحاجتين أولا فكرة التقييم بشكل مجمل هل إحنا بيجينا التقييم اللي إحنا عايزين ولا لنخلي بالحضرتك وإحنا عايزين مبناء عليها دكتور الحمد إحنا ما دي فكرة الفكرة بنرد الأمر تاني لفكرة احتياجاتنا من التطفقات النقدية إحنا عايزين تطفقات نقدية بحجم محترم عشان نقدر نعدي بيه المرحلة دية كالحياة الطبيعية فدائما قدامنا تنتين شركة المترحوم ففكرة التفريط في شركة بسعر أقل من السعر الذي قد نرتضيه والذي هو في الآخر بيصب فيه المجمل العام اللي إحنا محتاجينه بنقلق من هذه الفرصة في هناك إشكالية أخرى إن بعض هذه الشركات المطروحة تحديدا شكلها العام أو مش متعلق بشكل كبير بقيمتها الحالية بمعنى إيه؟ في بعض الشركات انتاجياتها أو الدخل اللي جاي منها لا يسوي قيمة الأصول اللي عندها يعني عندنا أحد الشركات يعني بدون ذكر أسامي في الشركات الخاصة بالطرح لها بقى موقع عن نيل وأراضي ومش عارف إيه وكلامين ده في الآخر لو قيمتها على إنتاجها زي ما مثلا المستثمر يحسب على التطفقات المستقبلية هقول لك إيه كل الحاجات دي أنا مش عايزها فحالة الشركة نفسها أو تسويق الطرح نفسه بيدخلك في دوامات طب نشيل منها لأراضي دي ننقلها للحد تاني ولا نعمل إيه؟ جهزية الشركات نفسها أنا لا أرى أن هناك مقاوم لكن أول حاجة يعني بتظلل بظلها على المشهد أن إحنا عايزين فلوس فإحنا مش عايزين كل حاجة هنباعها تجيب أعلى سعر عندها الشركات دي ما هياش كتير جدا منها مش يعني مش مبايع نفسه كفرصة استثمارية واعدة لبعض المستثمرين الخارجيين وفي ظل ظروف أنت تعلم والعالم يعلم أنك تحتاج إلى التطفقات النقدية فأنت دايما داخل تحت هذا الضغط يعني أنت مش شاف أن عجزة الدولة تتعصى على بيع ممتلكتها؟ في بعض الشركات لا في بعض الشركات لو جال حد يأخذها بكرة يتفضلها بس هم يعني مش جاهزة هذا شركات قطاع الأعمال بالضبط شركات قطاع الأعمال أنا بتكلم تحجيش إنما نبرق قطاع الأعمال موافق ومستعد ومتجاهز وعنده قبول يقال ذلك في يعني في يعني علينا أن نقبل بما يقولون فيما نسمع لغاية ما نشوف الواقع لأن إحنا جربنا أكتر من مرة في بعض الشركات وفي شركات كانت فعلا جاهزة للبيع وحصل خلافات يعني كان من أحد الشركات اللي عليها كلام كتير شركة وضنية اللي كانت على يعني كانت في سوء البيع لأكثر من مرة لكن حدث هناك بعض الاختلافات في الأتفاقات ولم يحدث أساس الأتفاقات